بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نلتقي في هذا اليوم المبارك للحديث عن أمر مهم يخص جميع المسلمين وخصوصا في هذا الشهر المبارك وهو عن محاسبة النفس وخصوصا في هذه الأيام يقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال العلماء عن النفس اللوامة أنها لها عدة معان ومن هذه المعاني أنها تلوم صاحبها تلومه مرة عن تقصيره وتلومه أخرى عن التفريط فمرة تلومه لما قصرت في طاعة الله جل وعلا ومرة أخرى تلومه لما فردت في جنب الله لما عصيت الله سبحانه وتعالى وتبقى هذه النفس اللوامة تلوم الإنسان لتعيده إلى الخير ونحن في هذا الشهر المبارك عندما عدنا إلى الله سبحانه وتعالى نريد الفضل منه سبحانه في هذه الأيام المباركات فلا بد أن نحاسب أنفسنا عما قدمناه وعما لنا وما علينا وعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا فبعض العلماء قال أتكون التوبة قبل المحاسبة أم بعد المحاسبة فقسم قالوا تكون قبل المحاسبة يتوب الإنسان ثم بعد ذلك يبدأ بمحاسبة نفسه وبعضهم قال تكون التوبة بعد المحاسبة يحاسب الإنسان نفسه ثم يتوب والأصح والله جل وعلا أعلم أن المحاسبة تكون قبل التوبة وبعد التوبة فيحاسب الإنسان نفسه ليتوب ثم يحاسب نفسه بعد التوبة ليقدم العمل لله سبحانه وتعالى فنفس المحسن تلومه لما لم يقدم أكثر في سبيل الله ونفس المسيء تلومه لما أسأت في جنب الله وهكذا فعل الإنسان في هذه الأيام المباركات أن يحاسب نفسه عن ما قدم وأن يحاسب نفسه عن تقصيره يقول الحسن إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه وهذا شداد بن أوس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وهذا الحديث يبين لنا أن الكيس الفطن الإنسان الواعي يحاسب نفسه في هذه الدنيا أنه مقبل على الله غدا وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه فيكن كيسا فطنا واعيا عاقلا فيحاسب نفسه ويروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم فيوم القيامة كل إنسان سيحاسب أمام الله فأنت حاسب نفسك أخي المسلم وقل لنفسك ماذا قدمت وإذا عملت عملا قل أني سأقف أمام الله سبحانه وتعالى فماذا سيقول لي عن هذا العمل هل الله سبحانه وتعالى راض عني ثم كلما قدمت عمل حاسب نفسك لو أني الآن في قبري أهذا العمل ينفعني أمام الله سبحانه وتعالى ويجعل قبري روضة من رياض الجنة نسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ثم أخي المسلم في هذه الأيام المباركة هناك أمور تحدث في مساجدنا ومنها أذكر مرة سألت أحد الإخوة يا فلان لما لا تأتي إلى المسجد قال والله يا أخي إذا رآني المصلون يقولون ما شاء الله فلان أتى إلى المسجد ما شاء الله هل ستستمر في العبادة وغير هذا الكلام الجارح أنت تراه أخي المصلي كلاما طبيعيا أنت ربما مستبشر وفرح أن أخاك جاء إلى المسجد ولكن هذا الكلام هو يجرح مشاعره ويجعله يصد عن المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شرب أحد الصحابة الخمر وأخذ أناس يلعنونه وأناس يضربونه وغير ذلك قال لا تعين الشيطان على أخيكم فأنت عندما تنبز أخاك أرى فلان أتى إلى المسجد هؤلاء عبادة رمضان هؤلاء كذا لا يا أخي هؤلاء عباد الله سبحانه وتعالى ولولا أنهم يطمعون بكرم الله ورحمة الله ومغفرة الله لما صدقوا وجاءوا في رمضان يطلبون المغفرة ويطلبون الأجر العظيم فكن رفيقا بإخوانك وحاسب نفسك أنت قبل أن تحاسب غيرك واسأل نفسك هل الله سبحانه وتعالى قبل صيامك وقيامك ومداومتك على الحضور في المسجد قبل أن تحاسب الناس على هذا الأمر نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحاسبين لأنفسهم قبل غيرهم وأن يكتب هذا لنا في ميزان حسناتنا وأن يتقبل منا الصيام والقيام إنه قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة